السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلاب الصف الثالث من المتوسط. نكمل حل أهم الأسئلة المرشحة لمادة الرياضيات المرشحة للامتحان الوزاري. طلاب العزائي لدينا سؤال اكتب الحد المفقود. طلاب مثل ما وعدتكم راح للكم الثوابت اللي تيجي بالامتحان الوزاري. حد المفقود من الثوابت اللي تيجي بالامتحان الوزاري. يقول لك اكتب الحد المفقود في المقدار الجبري هذا ما نعلاقه به ليصبح مربعا كامل وحلله. نباوع يا احد مفقود عندنا هذا الاول. الاول راح نسميه طلاب هو الاول اي اكس تربيع. والثاني اللي هو ثماني اكس اسمه بي اكس. والثالث اسمه سي. دائما اي اكس تربيع بي اكس سي. خاف تنسى قول اي بي سي. خلي هنا اكس تربيع وهنا اي اكس. اول خطوة نخلي ذني جوه كل حد حتى نميز. ثاني خطوة نكتب القانون بي اكس. يساوي انه اثنيا تحت الجذر. اي اكس تربيع اللي هو الحد الاول. وهنا نخلي. الحد الثالث اللي هو السي. اول واحد البي اكس يساوي ان اثنين تحت الجذر اي اكس تربيع في سي. اذا تتاخد درجات لازم تحفظ هذا القانون. بي اكس اشقد منطيكية فوقها اشقد الدك ثمانية اكس. يساوي تخلي الاثنين هنا. تحت الجذر عفوا. اي اكس تربيع مجهول. اي اكس تربيع شنوه مجهول. اي اكس تربيع مجهول. السي شقد قيمته ستعاش. السي ستعاش. هس اش راح تسوي. اباوع طلاب. المجهول وان صار عندي. اذا المجهول كان. اذا كان المجهول تحت الجذر. يعني خلي نخليها ملاحظة. اوكي. اذا كان المجهول تحت الجذر. اش راح نسوي. اولا نقسم. على اثنين. نقسم على اثنين. نقول تقسيم اثنين. طلاب تقسيم اثنين. نقسم. عفوا. نقسم الطرفين على اثنين. هذا مو يساوي بالنص. نقسم هذا الطرف على اثنين. ونقسم هذا الطرف كلي على اثنين. يعني ثمانة اكس على اثنين. وهذا اثنين تحت الجذر. اكس تربيع ستعاش على اثنين. فاش راح تصير. ثمانة على اثنين. بها اربعة. بها اربعة. وهاء الاثنين. هاء الاثنين. تروح ويا هاء الاثنين. اذا راح ينزل عندي اربعة اكس. يساوينا ثمانة على اثنين اربعة. ينزل عندي اكس تحت الجذر. راح يساوي لعندي اي اكس تربيع ينزل. ينزل عند السطعش. اول فقرة سويتها قسمت على اثنين. ثاني ملاحظة. اربع الطرفين. اربع. او نربع الطرفين. اذا كان المجهول تحت الجذر. نقسم على اثنين. نقول بتربيع الطرفين. بتربيع الطرفين. يعني هاي تكتبها تقسيم اثنين بتربيع الطرفين. ذلك ما تكتب هنا. انا ملاحظات اليك. فاش راح تساوي طلاب. راح تربع الطرفين. باعوا. راح تربع. اربعة تربيع حاش قد. ستعاش. والاكس همت ربعة. يعني تربع الاربعة والاكس. صار اكس تربيع. بهاي الجهة تربيع يروح ويا الجذر. ينزل عندي ما تحت الجذر اللي هو اي اكس تربيع. ينزل عندي السطعش. كم ملاحظة صارت عندنا. نقسم على اثنين. ربع الطرفين. اهنا ايش راح تساوي بالملاحظة الثالثة. بالملاحظة الثالثة. راح راح تقول نقسم. نقسم على معامل المجهول. انقسم على معامل المجهول. وين المجهول عندي? هذا اي اكس تربيع اللي هو الحد الاول باعه. المجهول هو اي اكس تربيع. المعامل يعني بصفة. شقد. ستعاش. نقسم الطرفين على ستعاش. فالستعاش تروح ويا الستعاش. وهي الستعاش تروح ويا الستعاش. ينزل عندي هنا اي اكس تربيع يساوي لي المجهول اللي هو اي اكس تربيع. اذا الحد المجهول شطاع عند شقد يساوي مني. اي اكس تربيع اللي هو الحد الاول. احنا هنا يا شعدنا طلاب. عدنا هاي المعادلة هيا هنا. عدنا هيات المعادلة. راح ننزلها هنا. نقول عدي. اه خلي شوية انزل. راح نزلها هذه هنا. المعادلة مالتنا طلاب راح تكون عندي. ثمانية. يعني الثمانية. اكس زاع الستعاش. الحد الاول جلد طلعنا قيمته. اكس تربيع. اكس تربيع. هسا شا سوي اسوي قوسيا. عليهن تربيع وهو قال لك حلله على التحليل. هنا الاشارة موجب. اجذر الاول. اكس تربيع جذرة. واجذر الستعاش جذرها اربعة. يعني طلاب ما راح اكتبه. يعني معناته انا ترى جذرة هذا. وجذرة هذا. جذر الاكس تربيع يروح التربيع ويا الاكس. العفو يجذر ينزل بس الاكس. والجذر الستعاش اربعة. وبهالطريقة هذا طلاب حاول حلينه. اذا كان الحد الاول مفقود. اذا كان الحد الاول مفقود. هس راح نحل سؤال اخر. اذا كان الحد الثاني او الثالث مفقود. اه طبعا طلاب هاي الورقة راح تلقونها بقناتي على التليجرام رابطها موجود اسفل وصف الفيديو. ومعرف التليجرام اللي يحبي راسلني يستفسر عن اي سؤال كذلك موجود. اه طلاب العزاء سؤالنا الاخر. كذلك الحد المفقود. بس الحد المفقود. الثالث. هذا الاي اكس تربيع اللي هو الحد الاول. وهذا البي اكس اللي هو الحد الثاني. وهذا السي اللي هو الحد الثالث. قلنا اي بي سي حتى لا تنسى. ايش راح تسوي? راح تسوي اللي تكتب القانون اللي هو بي اكس يساوينا. اثنيا تحت الجذر. اي اكس تربيع. في سي. راح تجي تنزل بي اكس. اي قيمة اربعة عشر. واي اللي هو الحد الوسط باعه يساوي اثنين. تحت الجذر انزله. اي اكس تربيع قيمة واي تربيع. والسي هو المجهول نزل. وقبل شوي قلت لك ملاحظة. اذا كان. هم راح اكتبها. حتى من تنزل بالفيديو. العفو تنزل بالقناة ما للتليجرام. تقدرون تسحبون الورقة. ملاحظة. اذا كان المجهول تحت الجذر. اذا كان المجهول تحت الجذر. شنسوي اول شي. نقسم على اثنين. نقسم. على اثنين. راح نقول تقسيم اثنين. مثل ما تعودنا. نقسم على اثنين. هذا الطرف. وهذا الطرف ونقسم على اثنين. اربعة عشر على اثنين بها سبعة. اربعة عشر على اثنين. بها سبعة. يساوي. وهي الاثنين. تروحوا يا هاي الاثنين. اوكي. راح ينزل عندي تحت الجذر. واي تربيع. وهنا سي. هاي اول خطوة. ثاني خطوة. قلنا نربع الطرفين. خطوة ثانية. نربع. الطرفين. نقول بتربيع الطرفين. بتربيع الطرفين. بعش راح نسوي طلاب. راح نربع الطرفين. الربع هذا الطرف. طبعا الواي نسينا ما نزلناها. الربع هذا الطرف. والربع هذا الطرف. فهنا طلاب من الربع. خلي شوية حتى يصير عندنا مجال. فهنا من الربع طلاب. سبعة تربيع تسعة واربعين. والواي تربيع واي تربيع. يساوي ان التربيع يروحوا يا الجذر. ينزل عندي واي تربيع. ينزل عندي السي. قلنا بالملاحظة الثالثة. نقسم. على معامل المجهول. وين المجهول؟ هذا المجهول السي باعه. السي هو المجهول. باعه هنا طلاب المعادلة. السي هو المجهول. المعامل ما لتا يعني لبصفة. كأن من يكون اي رقم يعني. نقسم على معاملة اللي هو على جذل. راح نقسم على واي تربيع. وهنا نقسم على واي. تربيع. واي تربيع. راح تروحوا يا واي تربيع. وواي تربيع وواي تربيع. شي راح تنزل عندي طلاب. راح تنزل عندي التسعة واربعين يساوي لي سي إذن السي جدت قيمته تسعة واربعين هنا راح نجي نحلل المعادلة صارت عندي واي تربيع زاعد أربعة عشر واي زاعدا تسعة واربعين هاي منين جبتها هياتها المعادلة الأصلية باع عليها هياتها واي تربيع زاعد أربعة عشر واي بالفراغ لقينا الناتج تسعة واربعين كتبنا هس راح تسوي قوسيا عليه التربيع يعني قوس عليه التربيع عفوا تجذر الأول تجذر الأخير يعني طلاب هذي انت لا تسويها بلا تخلي عليها بس دا وضح لك أجذر الأول أجذر الأخير وأخذ إشارة الوسط اوكي فجذر الواي تربيع هو واي وجذر التسعة واربعين هو سبعة هذا هو الناتج النهائي إذا كان الحد الثالث مفقود هس راح ناخد مثال الحد الوسط هو المفقود هالورقة راح توجد لها بقناتي على التليقرام رابطها موجودة في الوصف الفيديو وكذلك معرفة التليقرام اللي يحب رأسينا يستفسر عن أي سؤال أنا حاضر هس راح للكم السؤال الثالث الثالث